انا محمد سامير كمال مدير حساب اول بالبورصة المصرية هو للأسف الفترة اللي فاتت السوق حصل فيه نزول قوي بعد ما وصلنا لمستوى 18400 للإي جي إكس سيرتي المؤشر رئيسي للبورصة نزلنا لحد دلوقتي في حدود 15300 اي جي إكس سيرتي طبعا ده اللي هو المؤشر الرئيسي زي ما بنقول ده بيبقى فيه اكبر 30 شركة موجودين في الماركت كله على رأسهم طبعا البنك التجاري الدولي ده اكبر وزن نسبي في المؤشر كله يعني بيكون في حوالي طبعا ده بتغير بشكل يومي يعني وفقا لحركة الأسهم لكن هو حوالي في حدود وزنه النسبي من المؤشر 30% وال29 سهم المتبقيين واخدين 70% الباقيين من وزن المؤشر فطبعا أي حركة فيه بتأثر بشكل وضع على السوق ويمكن الفترة اللي فاتت حصل هبوط قوي في الأسعار ما بنش على المؤشر غير في حوالي 17% رغم النزول الأسهم كان أقوى من كده بكتير عشان قاطر الوزن النسبي قوي للبنك التجاري اللي كان متماسك ده محسسش الناس على المؤشر أن فيه نصدة قوية رغم من الأسعار ممكن فيه أسهم فصلت لـ 20 و 30% في الهبوط من أسباب الهبوط طبعا أثرت علينا مؤخرا الليرة التركية في النزول لأن ده سقم الأسواق النشأ اللي كانت وعدة جدا ولما يحصل فيها هبوط العملة يوصل لـ 40 و 50% من بداية السنة فده أكيد بيكون ليه أثر سلبي على جميع الأسواق النشأة ولو بدرجات متفاوتة زائد أن الفترة دي السوق المصري ما فيش فيه أخبار ومحفزات تخلي يحصل حركة في السوق أو نعمل هاي جديد أعلى من الـ 18400 اللي احنا عملناها منتظر مع بداية شهر عشرة الطرحات الحكومية دي هتدي نشاط أكتر للسوق وهيكون فيه حركة مختلفة عن الفترة دي